في حاجات كمان برضو انا بقف عندها شوية وبحب جدا ان انا نركز معها احنا لسه ما نعرفش جوزي جامز لسه ما نعرفش هو بعد كل مباراة تصراحاته بتبقى عاملة ازاي ولكن هو مبارح لفت نظري تصراحاته الصراحة اول حاجة وقفت عندها في كلامه ان هو شايف ان رغم الايجابيات الكتير جدا في المباراة دي ولكن هو حط يده كده على بعض النقاط السلبية اللي محتاجة عليك ومشكلة اهضار الفرص زي ما شفنا قدام الاسماعيلي او كمان ابو سليم الليبي في جملة بقى مهمة جدا جدا قالها وعايزكوا تفهموها كويس قوي جامز قال ان احنا ترجعنا فعلا في اخر 15 ديه تقريبا وان هو بيتحمل هذه المسئولية لان هو شايف ان ده خطأ منه ان هو اجرى اربع تغييرات مرة واحدة وان هو شايف ان ده كان محتاج وقت عشان كل لعب يدخل في اجواء المباراة فهو شايف ان ده خطأ من عنده هو ودي نقطة اجابية فيه جدا في شخصية المدرب نفسه انه رغم الفوز ورغم ان هو قدم اداء كويس جدا والناس مبسوطة جدا ولكن اتكلم على نقطة سلبية النقطة السلبية دي بتقولك ان ده مدرب فاهم وعنده اعتراف بالخطأ ما بيكبرش واللي معترف بغلطه بيبقى قدر يصلحه بسرعة جدا غير بقى لما مثلا بيبقى حد بيكبر ويقول اه انا صح انا هو ده اللي عندي ومحدش يتدخل وا 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 لا لا الرجل صريح جدا وقال ان هو المقطق فدي شخصية يعني بتقول ان انت قدام شخصية يعني مرموقة شخصية محترمة جدا خاصة ان هو عنده ثقافة الاعتذار وثقافة ان هو يعترف باخطأ عشان كده هيقدر يقدر بسرعة جدا كمان ان هو يصلح منها عايزة اطمنكم على فريقكم النهاردة الزمالك رجع من الجزائر الفجر وجامز ادى الفريق اجازة باقي اليوم طبعا النهاردة وان شاء الله الزمالك هيستقنف تدريباته بكرة لن احنا عندنا مطش مهم جدا يوم الخميسة اللي جاي مع امام الداخلية في الجولة الاربعتاشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز وان شاء الله الاداء ده يعني احنا شفنا اداء كويس جدا في مطش الاسماعيدي شفنا اداء كويس برضو جدا في مطش الابوسليم الليبي فانت بتتطور مباراة بعد التانية هل معنى ان انا بقول ان كان المطش حلو كان المطش ممتع وقدمنا سمفونية كروية ممتعة هل ده معناه ان الزمالك لم تظهر ليه اي اخطاء بالعكس لا اكيد طبعا ظهر اخطاء ولكن زي ما قلتلكوا احنا قدام مدرب قادر يدرس اخطاء فريقه بشكل كويس جدا فانت على مباراة ان شاء الله الداخلية اتمنى ان الاداء المميز ده يستمر معينا في مباراة الدوري وتبدأ ان انت تعالج اخطاء كل ده مباراة تانية صدقوني احس ان النهاية بجد بجد السنة هي تبقى سعيدة جدا غير ان انت هيرجعلك كمان في مطش الداخلية عبدالله السعيد وناصر ماهر اللي غيبوا بعد في مباراة مبارح ده طبعا زي ما حضراتكم عارفين لعدم القدم في قيمة افريقيا فعشان كده بقولكم انا شايفة ان مطش الداخلية كمان هيبقى اقوى كمان من المباراة اللي فاتت انت دلوقتي عندك اكتر من لعب مميز فان شاء الله اتمنى ان انا في مباراة الداخلية